اهلا بحضرتكم رغم اثير الحرب الروسية الاوكرانية استلبية على موظم بلدان القارة الافريقية من نقص للحبوب وارتثان لأسعار المواد الغذائية والوقود والسلع والاسمدة وتحامل بلدانها الضريبة الاكبر لهذا النزاع الا انها اكسبتها اهمية لدى القوى القبرى فقد كانت بمثابة الضوء الذي القى على ثرواتها واراضيها الغنية بما تحتاج اوروبا ومن هنا اصبحت القارة الافريقية محط انظار العالم وميدانا لتنافس بدأت القوى الدولية في اعقاب اندلاع الحرب الى التقارب مع دول القارة الافريقية باعتبارها احدى ادوات الانتصار في هذا الصراع هذا وفقا لدراسة نشرت تحت عنوان التنافس الدولية على افريقيا بعد مرور عام على الحرب الروسية الاوكرانية بمركز الاهرام للدراسات السياسية وبحث بالدراسة فاكتسبت القارة الافريقية اهتماما خاصا من جانب القوى الدولية وبدأ ان القوى الدولية سعت الى نقل جزء من صراعها لتسترطي على النظام الدولي الى القارة الافريقية فضلا عن محاولات هذه القوى تعويض الخسائر والعقوبات المفروضة على روسيا خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية رأت الدراسة ان القوى الكبرى اعتمدت في تحركاتها على القارة الافريقية لتحقيق مصالحها على العديد من الادوات التي يتمثل ابرزها في زيارات تزامنة وواوض الاقتصادية وبدأ المسؤولون في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وروسيا والمانيا في اجراء زيارات للجول الافريقية هذا فضلا عن التعاون والتدريبات العسكرية المشتركة فقد كانت روسيا من ضمن اولى القوى الدولية التي سعت نحو تأكيد استمرار تعاونها العسكري مع دول القارة الافريقية ايضا دعمها للانظمة السياسية المتحالفة معها دون الاخذ في الاعتبار مع الديمقراطية وحقوق الانسان رأت الدراسة ايضا ان الدول الافريقية تسعى لتمثيل في مجلس الامن ومجموعة العشرين هذا عبر تعزيز التقارب مع القوى الدولية وفي اعقاب انداء الحرب الروسية الاوكرانية تساعدت الواوض الغربية لدول القارة بدعم الحق الافريقي في التمثيل الدائم في مجلس الامن واعتبرت الدراسة ان البهود التي تبذلها القوى الدولية المختلفة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين لدمج الدول الافريقية ضمن تحالفاتها في اطار التراعيات الحرب الا انها تتجاهل المصالح الافريقية هذا واكدت الدراسة ان بعد مرور اكثر من عام على الحرب لا تزال القوى الدولية تحاول التقارب مع دول القارة وتعويد خسائرها من الحرب هذا عبر توقيع اتفاقيات خاصة بالتعاون في مجال الطاقة والسلاح ومحاولة استقطاب مزيد من الدول المعسكر دون الاخر ولا تزال خسائر الحرب تستنزف الكثير من موارد القوى الدولية في الوقت الذي باتت تدرك هذه الدول ان افريقيا تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي والناس تشكل لهذا المستقبل عبر تحالفات دولها على الجانب الاخر ايضا بتوفر القرب فرصة حقفية لدول القارة الاخرية لابراز دور القارة وكذلك تعزيز مكانتها وتحقيق مصالحها واهمها الحصول على مقعد او مقهريني في مجلس الامن والانضمام العدد من المنظمات الدولية كمجموعة العشرين واصبحت افريقيا جزءا مهما في ادارة النظام الدولي وهي شريك رئيسي للقوى الدولية المختلفة في قضايا متعددة هنا تنتهي التغطية شكرا لحضرتكم على المطابعة والى اللقاء